انتقاماً لنظام الإمامة حملة عسكرية حوثية ضد الزرانيق لليوم الثالث والميليشيا تمنع إسعاف الجرحى وتنظر الأهالي بترك منازلهم وأراضيهم الحكومة توجه برفع الجهازية القتالية للسعادة الدولة ومواجهة مخاطر الإرهاب وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات إيزاء خرقات الحوثية وأيضاً في التاسع المنتخب الوطني لشباب يفوز على منتخب لاوز في التصوية المؤهلة إلى كأس آسيا طيب الله أوقاتكم مشهدي الكرام مخبر التاسع من يمن شباب معكم أماني علوان وعمار الروحاني أهلاً بكم البداية بملف قبائل الزرانيق في الحديدة حيث أفدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية طلبت من أبناء الزرانيق في قرى المعاريف والخضارية وبني السهل وبني الصباح والقرى المتناثرة في عزلة القصرة جنوب الحديدة بترك منازلهم ومناطقهم بذريعة أنها تابعة لمؤسساتها ووفق المصادر فإن قادة الحم العسكرية وجهوا إنذاراً لسكان تلك القرى أن عليهم ترك منازلهم ومزارعهم وأبلغ الأهالي أن أرضهم أصبحت تابعة للمؤسسة الاقتصادية والأوقاف وأنها قررت استثمارها وإبرام عقود إيجار لوافدين من صعدة وحجة وشخصية نافذة في المحافظة وتواصل الحملة الحوثية منع الوصول إلى مفرق الجروبة على طريق الحديدة الحسينية جنوب شرق مديرية بيت الفقي جنوب المدينة ونشرت مسلحها في مفرق الجروبة ومنعت الوصول إلى القرى الممتدة من المفرق حتى الجروبة شرقاً حيث يوجد المشتل الزراعي ومركز الأبحاث الزراعية تابعي لهيئة تطوير تهمة كما منعت الميليشيا إسعاف المصابين في تلك الحملة من بينهم ثمان عشرة امرأة فيما أشارت المصادر إلى أن أغلب من اختطفهم الحوثيون يتم احتجازهم في مباني تابعة لمسجد التقوى جنوب مدرية بيت الفقيه وقالت المصادر إن الميليشيا الإرهابية أقدمت أيضاً على اختطاف عدد من الجرحى من داخل مشافي ومستوصفات الحسينية وبيت الفقيه والزبيت هذا وكانت مصادر محلية وأخرى حقوقية أفادت بمقتن مدني في مرتفع عدد المختطفين إلى 100 إثر الحملة العسكرية التي قادتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على قرى سكنية جنوبي المحافظة وفق المصادر فانر بيليشيا شنت حمرة عسكرية بقوة مكونة من 30 عربة محملة بالمسلحين ترافقها ثمان جرفات اختطفت أكثر من 100 شخص فيما مصير العشرة من الشباب الذين دافعوا عن منازلهم ومزارعهم بالعصي والأيدي مجهول في ظل استمرار الحملة وقالت المصادر إن سكان قرى الترفيح يا سهيل والخضارية والمعاريف وبني الصباح التابعة لعزلة القصرة يتعرضون لعملية إرهاب وتهجير قصرية من قبل الميليشيا الإرهابية بهدف مصادرة أراضيهم وتملكها قيادة نافذة في الميليشيا ومن بين المختطفين طبقا لإفادة الأهل من المنطقة والمناطق المجاورة ممن رفضوا توجيهات الحوثيين بتسليم وثائق ثبوت ملكية الأراضي التي تسعى الميليشيا للسطو عليها وفي السياق دعا مسؤول محلي لتدخل أممي عاجل لإنقاذ أهالي قرى مدرية بيت الفقيه من جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية وقال وليد القديمي الوكيل الأول لمحافظة الحديدة إن ميليشيا الإرهاب الحوثي دامت منازل المواطنين في عدة قرى تابعة لمنطقة الحسينية والجروب بمدرية بيت الفقيه لنهب وثائق أراضيهم التي يستفيد منها أكثر من خمسة ألاف مواطن في الزراعة وتسعى لمصادرتها بقوة السلح وأضاف المسؤول المحلي في سلسلة تغريدات على تويتر أن الميليشيا قامت بالاعتداء بالضرب عن نساء واختطفت شيوخ قبائل ومسنين وزجت بهم في السجون ساعية إلى إجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم والتوقيع في محاضر من أجل الإفراج عنهم وبحسب القديمي فإن ميليشيا الحوثي تختطف عددا كبيرا من الأهالي وغيبتهم في سجون سرية فيما لازل مصيرهم مجهول كما دعا الوكيل الأول المحافظة البعثة الأممية في الحديدة والمبعوثة الأممية ومنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان للتدخل العاجل لإنقاذ الإهالي من جرائم الميليشيا والإفراجي عمن تم اختطافهم بقوة السلح وفي الشأن ذاتي أدن مكتب حقوق الإنسان في الحديدة حملة التنكيل الوحشية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين العزل في مدنية بيت الفقه بهدف سلب حقوقهم ونهب أراضيهم ومزارعهم وقال المكتب في بيان أن الحملة الوحشية للميليشيا أطلقت النيران متسببة بسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال مشيرة إلى أن من بين من طالتهم هذه الاختطافات أطفال في ظل استمرار هذه الحملة وتسعى الميليشيا من وراء تلك الحملة إلى إخضاع الأهل ونهب أراضيهم ومزارعهم وفق البيان الذي دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثتها إلى الحديدة بوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها الميليشيا واتخاذ إجراءات حزمة لمنع استمرارها ويقود الحملة العسكرية القيادية المكنة أبو ياسين وينتمي لمحافظة صعدة ومسؤول عن الأمنيين في المربع الجنوبي في محافظة الحديدة إضافة إلى القيادية في الميليشيا المدعو أبو أحمد الهادي وهو مسؤول عن لجنة الحج للجبهات في المحافظة إضافة إلى قيادة حوثية أخرى في ظل الانقلاب الحوثي استفحل الجرم وكشر عن أنيابه مفترساً الأبرياء بمن فيهم الأطفال ولم تكن حادثة اغتصاب ثلاث فتيات قاصرة في صنعاء بمساعدة أمهم إلا مثالاً لهذا الجرم الذي بات يتحرك بحماية من قبل البريشيا نفسها بحماية البنات كأم ثانية وكأنهم نأيتها وتعطف عليهم وتحن عليهم بس للأسف أصبح بمتاجرة البنات بدموعين يعتصرها القهر والحزن الشديد تتحجر الكلمات في شفتيها لهول الفاجعة فمع كل يوم تتكشف الميليشيات أكثر فأكثر ويبرز وجهها القبيح على حقيقته في واقعة تكشفها شاشة الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والمدعومة من إيران واضطراب الحياة الاجتماعية والأخلاقية هناك التي تقف وراءها وتغذيها الميليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر في جريمة هزت الشارع اليمني فتيات بعمر الزهور يتعرضن للاغتصاب حيث تداول نشطاء محليون في العاصمة صنعاء تقريرا شرعيا يثبت اعتداءات جنسية بحق ثلاث قاصرات الأكبر منهن لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها حيث استغلت الزوجة غياب زوجها لتقوم بعملية استغلال جنسي بحق الفتيات كما جاء في مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء في الوقت الذي تهتم الميليشيات بجباية الأموال والتسلط على أرزاق المواطنين تغض الطرف عن مثل هذه الجرائم التي يندى الها جبين الإنسانية والتي لم يكن يعرفها المجتمع اليمني إلا بعد أن وطأت أقدام العصابات الحوثية العاصمة صنعاء لتحل معها الجريمة بكل أشكالها بل هي الجريمة في حد ذاتها فخلال العشرة الأشهر الماضية وحتى اللحظة لم يجد والد الفتيات تجاوبا من قبل القضاء الذي تسيطر عليه تلك الميليشيات بل مماطلة للقضية وتميعا لها حسب وصف أحد أقارب الضحايا أنا أشد بالقضاء باستعجال القضية لأن قد لنا حوالي عشر أشهور ولن نحصل شيء نحصلنا فيها مماطلة في القضاء والجلسات فيه لقد أخذنا لا حق ولا شيء والبنات مستضرات التعبات نفسيا فيما يرى مراقبون أن الأسوأ لم يأتي بعد فالعاصمة صنعاء تعيش ارتفاعا في معدل الجريمة بشكل لم تعد معه صنعاء تعرف للأمن والسكينة معنا كما هو الحال مع باقي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية فقد ضاق بالناس الحال اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وأصبح العيش فيها جحيما لا يطاق وتلك نتيجة طبيعية لما تؤمن به الميليشيات وتقوم عليها مبادئها وقيمها التي لا قيمة فيها للأخلاق والفضيلة وهو ما يثبته الواقع المعاش في مناطق سيطرتها وما صنع إلا خير شاهد على ذلك قالت تشكيلات العسكرية التي يقودها عضو المجلس الرئاسي طارق صالح إن أحد أفرادها توفي تحت التعذيب في سجون ميليشي الحوثي الإرهابية وأضافت تلك التشكيلات التي تعرف باسم المقاومة الوطنية في بيان أن أحد أفرادها ويدعيث عبد العزيز أحمد عبد الله أسر من قبل الميليشي الحوثية في مارس من العام الماضي وظل في سجونها حتى تسليم جثته يوم أمس الثلاثان المستشفى العسكري في تعز عبر الصليب الأحمر نعم وأشر البيان إلى أن جثة الأسير ظهرت عليها أثر تعذيب وحشية في أجزاء مختلفة من جسده وللميليشي الحوثية سيجل حافل باتهكات مرويعة لآلاف المختطفين في سجونها بينهم العشرات قضوا تحت التعذيب إلى موضوع آخر حيث شدد مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم في عدن على القوات المسلحة على رفع الجهازية القتالية والاستعداد للقيام بمهمها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وأشهد المجلس بالإزناد الشعبي والالتفاف الوسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانكلاب الحوثي المدعوم إيرانيا نعم كما وجه مجلس الوزراء برفع الجاهزية أو الأجهزة العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة والمحافظة المحررة رفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإرهابية وقال المجلسين التنظيمات الإرهابية لن تتورع عن تكرار محاولاتها اليائسة ما لم يتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والقضي عليها بصورة عاجلة وتنفيذ خطط السباقية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة نعم وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الإرهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها كما دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الميليشيا الحوثية للهدنة الإنسانية ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية وأشارت الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى استمر ميليشيا الحوثي الإرهابية في رفضها رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات بموجب بنود الهدنة ورحب المجلس بالبيان الصادري عن مجلس الأمن والمواقف الدولية التي أدنت بشكل واضح العراقيل المفتعل من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة والإصرار على مخالفة القوانين النافذة والآلية الأممية الدولية المعمول بها لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم وأشهدت الحكومة بالأصوات الدولية المتصاعدة ضد خروقات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي انكشفت على حقيقتها بأنها لا تكترث للسلام ومعاناة الشعب اليمنية التي تسببت بها وأنها مجرد وكيل لتنفيذ أجندات ومصالح النظام الإيرانية قال وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعرين ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من ثبادية آلاف انتهاك للهدنة الأممية السارية منذ ثاني من أبرل الماضي واعتبر الوزير الداعري خلال لقائه في الرياض سفير فرنسي لدى اليمن جنماري صفا والملحق العسكري الفرنسي جنيد غودة اعتبر تلك الخروقات من جانب الميليشيا الحوثية تنصلا واضحة من الالتزام بالهدنة والسعي لعرقلة الجهود الدولية الرامية لبناء السلام كما شدد الفريق الداعري على أهمية تطابق وجهات النظر فيما يخص التعامل مع الجماعات الإرهابية ممثلة في ميليشيا الحوثي وتنظيميه القاعدة وداعش وحشد الجهود الدولية داعمة لليمن في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية وفرض السلام الدائم والمستدأ من جانبه أكد السفير الفرنسي أن المجتمع الدولي يدين الخروقات الحوثية ويدعو إلى التقيد ببنود الهدنة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وفي لحجة حيث سمع دوي انفجار عنف داخل قاعدة العندة الجوية صباح اليوم الأربعاء تزونا مع إعلان متدول من قبل الناشطين على منصات التواصل عن بدء عمليات تدريب لطيران الحربي في القاعدة وفق مصادر عسكرية فإن الانفجار كان لأسباب عرضية في مخزن للدخائر القديمة ومخلفة الحرب نفية أي استهداف للقاعدة بقصف صاروخي أو سقوط أي ضحايا إثر هذا الانفجار وكان نشطاء قد تداولوا خلال الساعات الماضية مشورات حول بدء عمليات تدريب للطيران الحربي في قاعدة العندة الجوية ابتداء من يوم غد الخميس بين أجواء سماء لحج وعدا وردفان أفادت مصادر في محافظة شبوان مواجهة داخلية تجددت بين تشكيلة المسلحة تدعمها الإمارات بعد أسابيع على مواجهة المماثلة أرجع المراقبون أسبابها إلى لزاع حول النفوذ وأعمال النهب وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات العمالقة وما يسمى بالمقاومة الجنوبية بقيادة شيخ صلاح الشيبة في منطقة حبان نعم واندلع هذا الاشتباك وفقا للمصادر الرعاق بقي ما يسمى بالمقاومة الجنوبية بإيقاف عربة تتبع العمالقة للتأكد من هويتهم قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين في المكان ذاته أسفرت عن سقوط عدد من الجرحة في قوات العمالقة خلال هذه الاشتباكات وكانت تشكيلة دفاع الشبوى والعمالقة المدعومتين إماراتيا قد سيطرتها على مدينة عتق عاصمة محافظة الشبوى بدعم من طيران الإمارات بعد مواجهة عنيفة ضد الجيش وكوات الأمن الخاصة في أغسطس الماضي نجحت حملة أمنية في إطلاق سراح موظفين من منظمة أطباء بلا حدود الهولندية مختطفين في محافظة حضر موت منذ نحو سبعة أشهر وقال وكيل أول وزارة الداخلية لواء ركن محمد سالم بن عبود قال إن عملية تحرير المختطفين والوصول للخاطفين جاء عقب عملية متابعة وتحر للأجهزة الأمنية تحت إشراف مباشر من الوزير لواء ركن إبراهيم حيدان وأضاف في تصريح نقله موقع الوزارة إلى أن العصابة التي قامت بالاختطاف وترويع الآمنين المسالمين تم ضبطها ويجري الآن العمل على استكمال الإجراءات لتسليمها للعدالة وكان مسلحون مجهولون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة اختطفوا مطلع مرس موظفين اثنين يعملان في المنظمة أحدهما مكسيكي والآخر ألماني أثناء مرورهما في منطقة الغشعة بودي حضر موك واقتدوهما إلى مكان مجهول بحسب مصادر محلية حينها اختطفت ميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتيا أحد عشر مدنيا من أبناء محافظة تعز بدوافع مناطقية أثناء معاملتهم لاستخراج جوازات سفر في محافظة عدن وقالت مصادر محلية إن عربات مسلحة بعطل الانتقال دهمت فندق مركز المدينة في كريتر كان يقيم فيها المدنيون تحت استكمال إجراءات استخراج الجوازات الخاصة بهم قبل اختطافهم وفق المصادر ودعا أهل المختطفين الأجهزة الأمنية إلى سرعة الإفراج عن ذويهم استكمال إجراءاتهم في مصلحة الجوازات وتأتي هذه الحادثة وسط تزايد في حملات الاختطافات التي تنفذها ميليشيا الانتقالي خلال الأسابيع الماضية بحق أبناء المحافظات الشمالية بناء على أساس مناطقي بالتزامن مع سطوتها على مؤسسات الدولة أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن استغرابه والسنكاره من إعلان المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة بين المتهمين بقتل المواطن عبد الملك السنباني فرين من وجه العدالة برغم الإعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة القتل مباشرة وأدان المركز في بان الله والإفراج عن المتهمين كما أعرب عن أسفه من سير القضية بهذا المنحة الذي لا يحقق الانصاف للضحية وعائلته ولا يخدم العدالة وسيادة القانون ويتيح الفرصة للإفلات من العقار وقال المركز إنه ما زال يتابع مسار قضية مقتل المواطن السنباني في إحدى نقاط التفتيش العسكرية التابعة للواء التاسع سعقة في طر الباحة خلال عبوره النقطة قادما من محافظة عدن إلى محافظة صنعاء قبل عام وبعد ساعة قليلة من عودته من المولايات المتحدة الأمريكية وهي القضية التي يتهم فيها أفراد النقطة بارتكاب هذه الجريمة وأشار المركز الحقوقي لأن قضية مقتل السنباني تعرضت للتشويه وحرفه عن مسارها الطبيعي عندما تقرر محاكمة المتهمين فيها لدى القضاء العسكري غير المختص بمثل هذه القضايا وهو ما أدى إلى اختلال الإجراءات ومخالفة القانون وفق ما جاء في البيان لقي قيادي في ميليشيا الحوتية الإرهابية مصرعه بحادث سير في الطريق الرابط بين مديرية الحدى ومدينة ذمار ورجحت مصدر محلية أن يكون الحادث مدبرا في ظل سراع المحتدم داخل أجنحة الميليشيا مصدر محلي قال إن القيادية في الميليشيا عبداللطيف محمد الديلامي لقي مصرعه وأصيب أخرون كانوا برفقته عندما تعرضوا لحادث سير بخروج السيارة التي تقلهم عن مسارها وانقلابها ووفق المصادر فإن الميليشيا أرسلت عناصر من شرطة السير بهدف أعداد تقرير عن ملابسات الحادث وإعادته إلى السرعة الزائدة وسط اتهامات بأن الحادث مدبر من قبل قيادات أخرى كان القيادية الصريع على خلاف معها قال مدير مستشفى المضفر في مدينة تعز فهد محمود إن عدد من أقسام المستشفى خرجت عن الخدمة بسبب غياب التيار الكهربائي وعدم القدرة على توفير أكثر من 5000 لتر من الديزل شهريا لتشغيل المستشفى في معانا أقسام خرجت عن الخدمة نظرا لعدم توفير مدد الديزل نعمل قدر المستطاع بتوفير جزء من الدعم الشعبي لمواجهة منفقة الديزل وهذا له أثر سلبي على مرتبة المتعاقدين التي تأخرت منذ ستة أشهر استهلاك المستشفى من مدد الديزل شهريا بمعدل 5117 لتر لا نتمكن من توفيره والدليل على ذلك خرج بعض الأقسام عن الخدمة وأضاف محمود في تصريح اليمن شباب أن إدارة المشفى تلقت ردا من وزارة الكهرباء لأنها ستعمل على إنزال لجان تدرس احتياجات المستشفيات لتوفير منظومات البطاقة الشمسية وهذا لا يلبي أبدا احتياجات المستشفى المستشفى المظفر كغيره من المستشفى المحافظة التعز التي تعاني من عدم توفر طاقة كهربائية نظرا لعدم وجود كهرباء حكومية بالمحافظة طبعا في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع مع السلطة المحلية علشان عمل حل هذه المشكلة وفي يوم أمس تم التواصل معنا من وزارة الكهرباء أنه سوف يتم تشكيل لجنة للنزول للمستشفيات لعمل تقديرها بالطاقة الكهربائية لكل مرفق حكومي على أساس أنه سوف يزود المستشفيات بطاقة شمسية والطاقة الشمسية طبعا كما تعلمون أنه لا تلبي الاحتياج وهنا نأمل أن يكون هناك في حل جدري لهذه المشكلة لجميع مستشفيات محافظة تعز شهدت معدلة سوء التغذية في محافظة تعز ارتفاعا في السابع الأخيرة بسبب الأوضاع المعيشية المتردية وقالت مسؤولة صحية أن حالات الإصابة بسوء التغذية بدأت تتزايد في مدرية المدينة بعد أن كانت تصل إلى المراكز الطبية من مدرية ريفية أكثر حاجة الحالات يأتون من النواحي المدينة كانوا من قبل أكثر حاجة من المدن من القرى أكثر حاجة من قبل حبشي من المسراخ من الصبر الآن أكثر حاجة يوصلون لنا من المناطق القريبة لقبل المستشفى زي وادي المعسل كمان ما وادي القاضي وناقيل الحقر صبر كمان الموادين يحصلون عندنا أطفال في بهم سوء التغذية عانونهم سوء التغذية ورياضيا حقق المنتخب الوطني للشباب فوزا بهدفين لهدفين على نظره منتخب لاوس صاحب الأرض والجمهور ضمن المجموعة الثالثة في التصفية المؤهلة إلى نهائياتك سياسية نعم فتح تسجيل منتخبنا الوطني محمد مهدي عند الدقيقة الثانية عشر وبرغم سيطرة المنتخب على معظم اجريات الشوط الأول لأنه فشل في مضاعفة النتيجة حتى تسنى له ذلك في الشوط الثاني عند الدقيقة الثانية والثمانين عبر عمار القباطي وبعدها بثلاث دقائق قلص منتخب لاوس النتيجة بهدف مباغة وبقية النتيجة على حالي حتى نهاية اللقاء بهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف خلف المنتخب الفلسطيني فيما يتصدر ترتيب المنتخب الياباني بستة نقاط وبقي رصيد منتخب لاوس عند ثلاث نقاط في المركز الرابح ما زال طريق تعز التربة ملفا شائكا رغم البدء بأعمال الصيانة والترميم منذ نحو شهر كل الطرق لا تؤدي إلى تعز عدى طريق التربة عدن التي دشنت أعمال صيانتها أوائل أغسطس الفائتة بتكلفة تصل إلى أحد عشر مليار ريال يمني وفق الدراسة الأولية لصندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن الدراسة قسمت الطريق إلى ثلاثة أجزاء بين ثلاثة مقاولين يبدأ الجزء الأول من جولة الصقر وحتى مفرق يفرص ومنه يبدأ الجزء الثاني وصولا إلى مفرق الصافية ومن ثم يبدأ الجزء الثالث وصولا إلى رأس هيجة العبد الجهات المعنية في عملية الترميم للطريق رفضت الإدلاء بأي تصريح حول عملية الترميم ومستجداتها غير أن مصادر خاصة فضلت عدم الإفصاح عن هويتها كشفت عن تفاصيل أخرى فمع شروع المقاولين بأعمال الصيانة تفاجأوا بأن الواقع مغاير للدراسة المعدة من قبل صندوق الطرق في عدد من الأماكن التي رست عليها الدراسة وأشارت إلى أنها بحاجة إلى ترميم جزئي بينما المعطيات على الأرض تقول بأنها بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كلي والسبب في ذلك يعود للمدة الزمنية بين إعداد الدراسة وموعد التنفيذ حيث قدرت المدة بنحو عام وتشير مصادر خاصة ليمن شباب أن المتغيرات التي طرأت على الطريق دفعت المقاولين للاحتجاج على حيثيات الدراسة الأمر الذي اضطر صندوق الطرق لإرسال فريق لمقارنة الواقع بالدراسة وحل الإشكال للعودة لأعمال الصيانة من جديد ولكن ستكون هذه المرة تكلفة الصيانة مرتفعة وستزيد عن المبلغ التقديري لدراسة العام الماضي ومع تزامن بدء الصيانة مع موسمه طول الأمطار قد تظهر صعوبات جديدة حيث أن بعض المواقع ستحتاج لإعادة العمل فيها عدة مرات إضافة إلى إطالة الفترة المزمنة للتنفيذ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد نحو شهر من الشروع بأعمال ترميم طريق تعز التربة توقف العمل بسبب سيول الأمطار الجارفة عدل عز الزبحان يمن شباب من طريق تعز التربة بمحافظة تعز إذن ختام النشرة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة